اللي قاله الرئيس وتحديداً هذه القرارات أولاً هي فيها الأساس بتاع توجه الرئيس لمسألة تخفيف الصدمة الاقتصادية على المواطن قدر الإمكان وبالمناسبة الرئيس قال جملة مهمة جداً في كلامه النهاردة قال هم عايزين إيه؟ هم عاوزين يفقدوكوا الثقة في البلد وفينا فجاءت كلمة الرئيس وجاءت إجراءات اليوم وكأنها لطمة على وجهه هم لازم كنت تاخد بالك من السوشيال ميديا مبرح بالليل وتشوف قالوا إيه على مسألة رفع رفع سعر بنزين 95.92 وبالمناسبة ما جابوش سيرة من السولار سابت والسولار بالمناسبة هو اللي يهم الناس اللي على قد حالها لأن السولار ده هو بتاع المواصلات والسولار ده هو بتاع مكنة الرئيس والسولار ده هو بتاع الميكروباس إلى آخره يعني وهنا لازم تبقى فاهم إزاي القرار بيتخذ إنه أنا مش هرفع سعر ده علشان ما يرفعش سعر المواصلات على الناس اللي على قد الحال ولا يرفع سعر تكلفة النقل بتاعت البضايع والخداء إلخ 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 وجات كلمة الرئيس بطمقنة الرئيس بتاع أنا مش خايف ولا أي حد المفروض يخاف ما تقلقوش هنعدي وقال كده قال يا جماعة ده عشر سنين هو أنت تنسيته احنا كنا فيين في 2013 وطلبتاشر